بصرة بالوقت الحاضر بها عدة مشاريع داخل مركز المدينة هاي المشاريع تطلب بها قطاع بعض الطرف بصورة رئيسية وقطاع جزئي لبعض الطرف مما شكل يعني نوع من الزخم والكثافة المرورية بسبب ان بعض الاحيان قلت المناورة بالحركة لطرق البديلة يعني على سبيل المثال المشروع اللي حالينا بمركز المدينة واللي يعتبره بمركز التجاري فطرق بديلة ماكو يعني اذا الطرق البديلة حاولنا باتجاه مستشفى بنغزوان هم راح يشكل لنا نوع من الزخم هاي بالأيام الاعتيادية لا سيمة سحنا حاليا ببداية عام دراسي جديد فهكيد يشكل الرباك فحاليا يعني عدنا انسيابية بالحركة يعني مو بالمستوى اللي توصل للاختناق المروري عدنا الطريق اللي مجسر لكزيزة يعني تعرفين دوام الجامعة والجامعة مع البصرة تقريبا ذول الطلاب يعني ملزمين يوصونوا بوقت محدد يعني لازم عدم وقت محدد فلذلك ايضا تم وضع خطة لتعمين سيابية للطلبة للوصول بالأوقات المحددة للجامعة نعم ومن غير الحركة اللي باتجاه شمال البصرة يعني الكثافة المرورية اللي إذا نقسمها طلبة الجامعة نشاطات الحكومة والدار الحكومية ما عدنا بشمال البصرة دوار حكومية مثل مركز المدينة نعم بس ايضا يعني حركة المواطنين باتجاه شمال البصرة ومن مناطق المدينة القرنة الدير الهارثة باتجاه مركز المدينة ايضا هم شكلت ان كثافة مرورية وزخم بس يعني الحركة مسيطرة عليها وبنفس الوقت فترة الزخم يعني من الساعة سبعمية سبعة الصباح لحد الساعة الثمانية وربعة ترجع للحركة اعتيادية بكل التقاطع